أما فيما يخص نادينا الآخر اللي احنا بنحبه برضو في انجلترا بحب الوطنية والتمثيل المصري الكبير لمحمد صلاح فليفربول دخل تاني في المنافسة على الدولة الانجيزية أمل جديد لليفربول أمل جديد لليفربول النهاردة منشستر سيتي تعادل مع وستهام وستهام كان متقدم بهدفين دوناراد في الشوت الأول وفي الشوت التاني تعادل منشستر سيتي منهم هدف سجله مدافع واستهام في مرمى تعادل خلى فارق النقاط يعطي أمل لليفربول في المبارتين القدمتين كده منشستر سيتي عنده مباراة واحدة فضلاله قدام أستون فيلا أستون فيلا اللي بيقوده ستيفن جيرارد الناس كلها كلمت النهاردة على ستيفن جيرارد إنه ممكن يهدي البطولة لفريقه السابق ليفربول في هدية كبيرة وغالية جدا ليفربول عنده مبارتين تعالوا نشوف الأول السيناريوهات اللي تخلي منشستر سيتي يكسب الدوري أو اللي تخلي ليفربول إن شاء الله هو اللي يكسب الدوري الإنجليزي بقيادة الكابتن محمد صلاح السيناريوهات تتويق منشستر سيتي بالدوري الأول الفوز في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا يعلن تتويق رسميا بالدوري الإنجليزي دون الانتظار لمعرفة نتائج مباريات ليفربول أيا كانت النتيجة التعادل أمام أستون فيلا مع عدم فوز ليفربول في إحدى مبارتين المقبلة الخسارة أمام أستون فيلا مع خسارة ليفربول مباراة على الأقل الخسارة أمام أستون فيلا بشرط تعادل ليفربول في إحدى مبارتين على أن يكون فرق الأهداف وقتها في صالح منشستر سيتي أما السيناريوهات تتويق ليفربول بالدوري الفوز في المبارتين المقبلتين كده كده لازم يكسب المبارتين المقبلتين أمام ساوس هامتون وويلبر هامتون بشرط خسارة أو تعادل منشستر سيتي أمام أستون فيلا الفوز بمباراة والتعادل في أخرى بشرط خسارة منشستر سيتي لمباراته بنتيجة تجعل فارق الأهداف في صالح ليفربول صعب عشان فرق الأهداف سبع أهداف كمان زي ما هو زي ما حراتكم شايفين يمتلك منشستر سيتي حاليا بلاس 72 فارق أهداف بينما يمتلك ليفربول بلاس 65 فارق أهداف ولكن مع خود مباراة على الأقل وبالتالي فالأهداف يصل إلى سبع أهداف بين الفريقين وسيكون على ليفربول تعويده حال تعادل الفريقين في النقاط بآخر جولة نهاردة سيتي دانا الأمل بصراحة على فكرة تعادل زي الخسارة في رأي كده كده احنا مستنيين نتيجة من أستون فيلا أمام منشستر سيتي في آخر مباراة ولازم ليفربول يكسب المباراتين القادمتين بالمناسبة المباراة الحسيمة أو المباراة الدولة هتبقى الحد اللي جاي الحد القادم إن شاء الله سواء منشستر سيتي مع آسلون فيلا أو ليفربول مع ويلفر عبدون